السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو هنعمل فكرة حلوة كتير من علبة الشامبو وأنا عملت معاكم أفكار كتير على القناة بتقدروا تشوفوها في البداية بجيب المصدرة وبحدد نقطتين عنده 13 سانتي بعد كده بوصل النقطتين وهلأ من الجنبين هعمل خط مائل بهذا الشكل لحد ما أوصل لل 21 سانتي بعد كده بوصل نقطتين مع بعض هلأ حريبا نقص الشكل اللي رسمناه ومهم كتير في هاد الخطوات ان نقص بالراحة وما نستعجلش عشان يطلع القص مظبوط معانا هلأ بدي أعمل الحواف مدورة وإذا فيه أي زيادة أو إشي مش مظبوط بزبطه وبقصه بهذا الشكل هلأ في هاد المكان حرسم خط أفقي بطول 4 سانتي وبعد كده بعمل العرض 2 سانتي وبوصلهم مع بعض وهلأ ببدأ أفرغ الشكل اللي رسمناه ولو أول مرة بتشوفوا قناتي لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات للكل حتى توصلكم كل الأفكار والفيديوهات اللي بقدمها وبحيك خلصنا نقص العلبة هلأ حنبدأ مرحلة التزيين ولأ بجيب ورقة بشكل مربع بتقدروا تختاروا الأبعاد حسب الحجم اللي بيتكم أيام بتني الورقة من النص وبتنيها كمان مرة لحد ما يسيروا أربع تانيات وهلأ بالألم برسم شكل بتلة الوردة وبقصها وبفتح الورقة وهيك صار شكل الوردة وهلأ بنجيب كمان ورقة مربعة أضغر منها وبتنيها أربع تانيات وبقصها بشكل منحني بهذه الطريقة وبهيك عملنا ورقة الشجر هلأ حجيب ورقة فوم باللون الأصفر وباللون الأخضر وبحط البترون على ورقة الفوم وببدأ أرسم بعود الشاوي وبقصهم وهلأ بجيب المكوايا وبحط ورقة الفوم على المكوايا وبس يسخن الفوم حاخد الوردة وأضغط عليها في النص بهذا الشكل وبحط الأطراف على المكوايا وببدأ أتنيهم وهلأ ورقة الشجر بحطها على المكوايا وبس يسخن الفوم حتنيها بشكل بسيط وهلأ بجيب قطعة من ورقة الفوم لجليتر على شكل دائرة باللون البني الغامي أو باللون الأسود وببدأ نزدقها في نص الوردة بهذا الشكل وهلأ بنجيب أي نوع ألوان وتوفر عندكم وبنبدأ نرسم على حواف الوردة وبالقطنة بنوزع الألوان وهلأ بنجيب العلبة اللي قصناها وهنغلفها بورق الفوم باللون البني وبنلزقه بمسدس الشمع وقصت شكل شبه منحرف من الورق الفوم البني لجليتر استخدمت البني الفاتح وقصت كمان مستطيل وقصت طرفه بهذا المقص وبعد ما لزقناهم هنلزق بمسدس الشمع قطعة من الفوم البني وبنلزق الأطراف لجوه بهذا الشكل وهلأ في النص بدي ألزق فيونكا من خيط الخيش وهلأ بنبدأ نلزق الوردات اللي عملناهم باستخدام مسدس الشمع وبنلزق كمان ورقات الشجر وبقلب العلبة على الجهة الثانية وبغلفها بالفوم بنفس الطريقة وهلأ عشان أغطي كل الأماكن اللي بين ورق الفوم ويصير شكلها مرتب هنستخدم خيط الخيش بلزقه بمسدس الشمع بهذا الطريقة وبلزق في كل مكان بين الورقات الفوم بهذا الشكل مفترض إنه نستخدم شمع بنفس لون الفوم خصوصا لو كان لون الفوم اللي مستخدمينه غامق وهلأ بدأ أقولكم على طريقة كيف نغطي فيها شكل الشمع اللي مبين وهلأ إذا أنتم ملاحظين في القاعدة إنه الشمع كتير ولإنه مستخدم الشمع الشفاف فمبين شكله هنجيب ألوان زيتية بنفس لون الفوم اللي استخدمناه وببدأ أوزع اللون بالفرشاية بهذا الشكل وأنا حبيت أوزع اللون على كل الفواصل بين ورق الفوم عشان أخلي الشكل متناسق ولو عجبتكم الفكرة لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وهلأ زي ما إنتوا شايفين غطينا شكل الشمع صار شكلها مرتب أتمنى تكون الفكرة عجبتكم ولا تنسوا تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم واشوفكم على خير الفيديو الجاي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته